السلام عليكم ومرحبا بكم اخوتي اخوتي في هذا الفيديو جديد الفيديو الذي ان شاء الله تكلمون فيه على برنامج او راش وكيف الخدمة فيه بزاد منكم رأيت هذا الاعلان في فيسبوك ومعرفوش دياله ومعرفوش كيف يتسجل ومعرفوش اصلا الموضوع ديال هذا الاعلان هذا اليوم ان شاء الله جيناكم في هذا الفيديو هذا بشنا نشرح لكم ان شاء الله كبير وصغير عليه اه كنعتدر الى كان يجيكم فيديو طوال ولكن ماذا بخصني نشرح الاو خصنين انحتاج الوقت باش نشرح لكم فيه اذا الخوط انتقلوا مباشرة ونشرحوا ايطاب ايطاب ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اذا برنامج او راش برنامج او راش هو واحد البرنامج اللي كيفتح مجموعة من فوق الشغل الناس حاميلي الشواهد وكذلك الناس اللي ما عندهم الشواهد فقط متضررين من جائحة كورونا او اللي ما يقلبو على عمل اه حاليا هو فتح مجموعة من اه المناصب الشغل اه في كل جيهة بحال مثلا طانجة اسيلة طلب خمسمائة شخص اه الحسيمة تلتمية وخمسين كما كتشوفوها دل الجدول امامكم في الشاشة فكل جيهة او كل مكان او كل مدينة فطالبين في هاش حال بغاو مثلا ديال منصب مثلا طوان ميتاين بركان مثلا تلتمية اه وهكذا مو مرباط كين الشيشاوة كين جميع يعني الاقاليم والجهات وكذلك المدن كيفاش انك تتخدم او تشتغل في هذا البرنامج هذا هذا برنامج هذا ماشي هو اللي يخدم مباشرة وإنما كيعطي هذا المهمة هذه للجمعيات بحالش مثلا كتطي الجمعيات هاد برنامج او راش مثلا طالب خمسمائة واحد في طانجة مدينة طانجة طالبين خمسمائة واحد يخدموا معهم بهذا برنامج او راش كيفاش غاد يعزلو ديك خمسمائة شخص فكيكلفوا هاد المهمات بشي جمعية هي اللي كتكلف بهذا الناس هادو وكيكون العقد ديالهم مع انابك يعني ضروري تكون تمسجل مع انابك هذا وشل لول ويكون يعني مصرح بك في الصندوق الوطني الدامان الشيماعي فالأولوية اللي كي طلبوهم هم الناس اللي يوما ضروا من جائحة كورونا يعني فقدوا العمل يرون في الجائحة هادي والناس اللي كتكلب على عمل كيما اقول لكم انا ضررش كون مسجل في صندوق الضامن الشيماعي وتم تباع ما تنشروا جمعيات في الاقليم ديالك يعني تباع جميع الاعلانة الايجي جمعية بنتلك في برنامج اوراش فستل دفاع في هاد دوسي ديالك منوضحو جوج مسائل بنسبة لهاد برنامج اوراش كينا جوج انواع ديال العقود كين اوراش اشغال عامة للعامل فيها كيكون بعقد عامل لمدة السشهر هناك سنو مع كونت على مدة السشهر وكين اوراش دعم الادماج المستدام بالعقد فالي كيكون مدة عامين وبالنسبة للأجرال اللي كيخائي ياخدو هاد الناس هادو هي 2800 درهم مع استفادة من التغطية الصحية والتعويضات زم ديال الناس سمعوا في البداية الفيديو انني قلت ماشي بدار يكون عندك ديبلومات شواهد وما الى ذلك اهم الشروط اللي دارينهم انك تكون متضرر من جائحة كورونا تكون وقت توقف تالي العامل بسبب كورونا وثاني شرط لانك تكون كتقلب على خدمة وكذلك الناس اللي عندهم شوية ديبلومات فكذلك احطوا دوسة ديالهم بزاف كذلك عقولوا شنو نوعية الخدمة اللي كيخدموها في هاد البرنامج اوراش نعطيه كينا بزاف ديال المجالات اليوم كيبانكم من الان في شاشة الفيديو كينا اعداد مشروع بيداغوجو تربوي الجمعية تأهيل قدرات الفريق العامل تربوي الجمعية اعداد مشروع تنشيط المخيم بحال مثلا في تخييم وذلك الشي تنظيم تجارب تنشيطي الفريق العامل تربوي تنظيم حلقات تواصلية مع مختلف شركاء ومتدخلين بمخيمات الجمعية مساهمة في تهيئ الفضاء التخييم وتزينها لاستقبال المستفيدين تأطير وتنشيط مرحلة تخييم ضيمن مخيمات القارة تأطير وتنشيط مرحلة تخييم ضيمن انشيطة القرب تنظيم لقاءات تقييمية للبرامج تربويات الجمعية إذن هذو كل مجالات اللي كان فيهم كيحتاجوا للشوائد وذلك كان فيهم اللي ما كيحتاجوش بحال مثلا تنظيم بحال مثلا انك تزين الفضاء ديال الواحد الجمعية بحال مثلا تستقبل فيها الناس اللي عيستفدوا مثلا مشي برنامج جمعوي انك تبشي الواحد المخيم وتقوم تنظيم ديالو المجموعة من المهم اللي بحال هذو 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 اللي كيهتم بيوم برنامج أوراش إذن كيما قلت لكم هديات النوعية الخدمة والشغال في هذا البرنامج هذا وبالنسبة الناس اللي عدتوني على طريقة تسجيل دبوا موضعه وهذا المناصب كيما اذكرت لكم وما الان كيبال لكم في شهر الفيديو لكي تشوفوا كل مدينة وش حال المنصب اللي طالبين فيها تلقى العرائش 300 تلقى الفني داق المضيق 300 وزن 200 تلقى 200 تحضر تبقى تحضر او لو تتوصي شي جمعية لكي تعرف نفسك في عامل جمعوي تقول لهم شوف انا بغيت من هالي بدا تسجيل تعلموني مثلا بديك برنامج أوراش اي جمعية تشيحنا تقول له واش بديتوك تستقبلوا طلبية ديال برنامج أوراش وما عيفهموك اما يقول لك باقي او لا يقول لك بدينا جيب الدوصي ديالك اذا في اي جمعية ممكن شتاف الحي ديالك او لشيها مثلا في المدينة ديالك فسر عندهم وبدأت تسولهم ولكن مثلا عندك شي صفحة مثلا في فيسبوك ديالهم فقد تبعها تشوف شنو كيف قرطها جيه وشنو وش حطوا شي حاجة على هذا اللي برنامج أوراش ولا ما زال فقد تبع الجامعيات الجامعيات وما يعني بهم باش قطع تحط دوصي ديالك لان هذا البرنامج أوراش فهو يكلف جامعيات باش تاخد الناس هادو في هذا البرنامج هذا ولي كيقول عقد ديالهم كيما قلت لكم مع انا بيك ولي كيكون دارو خصت يكون مسجل في ضامن الشيماعي اذا هدا هم اهم الحاجة من اني كون منسيته شي نقطة ولا كنت نسيتها فكن فكروني بها في التعليقات اما نديروا ايش فيديو اخر او لا نجاوبكم في التعليق ان شاء الله اذا هدا ولي كان وان شاء الله غادي مقام بارتاجي معاكم في صفحة ديال انستغرام ديالي اللي لقد شجمعيها هكا في اي مدينة في اي جيها في اي اقليم هكا وضعت وضعت اعلان حاول الناس اللي بغاوا يستبدو من هذا البرنامج هدي حطوا عندهم ملفات ديالهم عمدا نحط اعلانات في صفحة ديالي الانستغرام يعني ما يمكنش نقى نحطها في اليوتيوب في كل جميع فغادي نضطر اني نحط في الصفحة ديالي الانستغرام الناس اللي ماذا ما دخلش عن الانستغرام مرحبا بيوم الانستغرام ديالي هو الانستغرام ديالي هو اللي هو طوريات سودي مرحبا بيكم عندي وبدو تتبعوا جميع الطوريات اللي كنحط حول هاد الاعلانات وبدو مطبع لكم كثيرا شوفكم ان شاء الله في فيديو جاي اشتركوا في القناة